اشتركوا في القناة ورائس بس اليوم نستضيفك كمخرش أهلا وسهلا فيك أما اختصاصاتك بيير فهي مختلفة بس بتصب بالفن يعني أنت من الأول عم تنبش طريقك بالفن بشي مطرح واليوم وصلت للإخراج هيدا هي يعني الطريق اللي رح تخدم من هلأ ورايح هيدا السانتاس تبع كل كارييرتي إذا بديك أنا اشتغلت مثل ما قلت بكذا محل ووصلت لليوم محل أنا عبيلي أمضي عمل أنا من فكري ومن إخراجي ومن أنا شوف القصص يعني اللوحات الراقصة هي اختصاصك كانت لفترة كتير طويلة وبيشيك قوي بنشوف مجموعة لوحات راقصة كنت عام لك قبل شوي يعني كل لوحة يعني هي فيديوكلب بحث ذاتها يعني نعمل نشغل عليها من الدقاءة زاد بشكل محترف جدا وبدون أي شيء بلا حتى تقدر توسل اللوحة والفكرة اللي بدك كوريغراف هلأ الكوريغرافية وين عندك؟ الكوريغرافية بكل شغلة وبس تقول مضبوط الكليب هو عبارة عن كذا لوحة جمعناهم بطريقة كتير بنسميها أديتوري لكأنك عم تخلق عم تعملي كتالاغ لمجلة عم تخترق أي شيء حلو للنظر كمان جمعنا هاتلت لوحات ودريدة كانت شخصي قادر ينفذ شو أنا قادر شوف وصلنا لمحل اللي نجمع بين التمثيل والرأس والغنى والمشهدية الحلوة مع الارت ديركشن اللي بتاخد العقل والصورة الحلوة كمان جمعت كل هالعواميل تأخلق شيء أنا بالنسبة لي دايما نشايفه بس يمكن للعالم جديد ودليدة عتتك أكيد يعني منفتحة دليدة بعرفها من يوم سيلابريتي دوات كنا عم نشتغيل سواء على اللوحات وكملت على إثنة توسطة اليوم عملنا هالكليب بس ما خص الصدقة بالكليب نحنا مثل غيري مثل حالها مخرج قدم الأفكار والمودبور التبع ونحن نشوف مقطع بنلودي وكليب ونرجع نشوف كيف وصلتوا لها التعاون يلا كله لبناني كله لبناني قدي يعني أخذت معك شغل مثلا لوحة مش لوحة مش هد صغير مثل هيدا يعني كمان دايكونها الأدم نظمهم الكتير مهم لي صار مع دليدة أنه عكس غير فلانات شغل أنا معهم من قبل ما أجو قبل بجمع قالولي تعال نعمو الكليب وتعال نعمو اللوحات حلوة أخذت معنا أكثر من شهرين تلاتة بس أنا ودليدة تمارين مكسفة والدانسرز أكيد هنا يعني شغلتهم بس أخذت معنا بركة جماعتين ثلاثة بس صلي أنا فترة عم بطبخها وأشتغل عليها من كل الزوايا لأنه أول مرة ما بيخد بس بعين الاعتبار الرأسة عنديك الأنجليت اللي عم تصور فيها الإضاءة اللي شوليب سين اللوكيشن اللوكيشن المحل هنا عم نصور فيه كمان ما كان عندك خوف كتجربة أولى ما كان عندي خوف لأنه أنا مني أول نهار بكون عصات يعني أنا صار لعشر سنين بيشتغل عصات أي بس هلأ القرار كله لا صار وقت يعني صار وقت بمحل أنه أنا أرادية لو ما نحس حالي أرادية كنت أطلب بركة غير بروجي بدي أنتر بعض بعد عشر سنين استاج وإكسبرينس وطلعت درجة درجة ووصل المحل أنه لازم نحو صور الكواليس كمان خبرنا القصة من الأول كيف وصلت لشيك أوي مع داليدا أو يعني كأول عمل لألك بدك تختار أغنية فعلا تكون قادر يعني تمسلك بطريقة تقديمه أنا لصراحة قبل داليدا كان في عندي كذا وكذا حدا جاء حكين أنا أعمل كليب بس أنا بوقتها ما كنت حاسس أول شي أنا رادي تاني الشغلة ما كنت مأيمن بالغنية أو الفنان وما كنت حاس هيدا تجربة أول رح تكون لألي ونقلة نوعية لألي سو نطرت توصل النهار وداليدا طلبت مني أشتغل المودبورد وكان في كذا مخرج كمين قبل نبعط لهم الغنية يعني كانت مثل إذا بدي كومبتشن يعني مين بيوصل للمودبورد يلي داليدا والتيم تبعها والشركة المنتجة تبعها ينقوه فأنا بركي كنت فهمين أكتر داليدا شو عابلها توصل شو المواهب شو بتقدر تعمل كمين أكيد فحطيتم كلهم بهالعمال ونقوا المودبورد تبعي المتحف صورة المتحف وهذه سورة أخذت استحسان كتير كمين لأن الكل ممثالين فيها يعني مهم أنه تكون غير الرأس والجمال والقصص الحلوة اللي عم شوها بالكليب نشوف مش مساج يعني أنا لإلي إذا منطلع منحكي أنه كل عالم مثل بعضها وبيغض النظر عن الشكل واللون البشرة وهولي بظلهم نحكي بس لما تنفذيهم بكليب بيك وتفرديهم على المشاهد ساعتها بيوصل المساج أسرع وبتبطلي بس عم تحكي أشعار بتصيري عم تنفذي أنه أنا اليوم الكاس طبعي ما عندي مشكلة لشي يكون إذا أوفر ويت ولا بشرة أغمأ ولا مرة أكبر بالعمر الإنسان والمرة خاصة فعال بكل أشكاله وبكل عماره يعني له كتير أهمية بكل لوحة الكوستيوم ديزاين وهون بيحكي كتير عن الفكرة الكوستيوم أنا لقالي بيلاحق في بلات ألوان لكل سن حطيناها لكل سن اشتغلنا على ألوان معينة بجي يتماشوا مع بعضهم مع لون الدكار مع التيب مع الميك أب مع كل شي عم بيصير حواليون فكل سن بتحس كأنه عندها البلات طبعه عندها المود بورد طبعه عندها المود الخاصية وكلهم تماشوا مع بعضه حتى الدانسرز والمودرز ودريدة كلهم مثل بعضهم أنا لقماز كان مزبرا قليل كتير مهم فنانة تكون نحن دائما معاودين نشوف الفنان بالفورجراون بأول والدانسرز والكاست كله عمي لعب وراه هنو بعف شو عمي عمول هون اللي قال لي كان كتير مهم أنه يكون كله سان واحدة ودليدة تكون بارزة بشكل كتير بسيط يعني تكون شوى مور بلندين دان هيك لحالة اليوم جاي هالكليب اللي فيه نوع من الفرح بأوقات كتير صعبة كمينجين في جرأة نتنزله كليب بهالوقت ولكنه بعد تقدي يعني هيك خلينا نحس على نوع أوكي عايشين أوكي معقول نرجع نقلع بعد فيه أشغال بعد فيه أفكار بعد فيه كتير مهم ولازم العالم تعرف أنه أكيد هذا البروجي فيه فرح وفيه بوزيتب أنرجي للشخص اللي عم يحضره بس بالنهاية هيدا شغل يعني اليوم العالم يلي ضرر يتأول شي مثل ما كنا عم نحكي مشوية هنا العالم يشتغلوا بهالدمان إن كان مصورين إن كان دي أو بي إن كان أور ديركتور إن كان كوريغرافية فلما ينزلوا هيدا كليب موسيقين في النهيل كلهم فهيدا شغلوا نعرفته فكل شخص أجي كان عسات رجع بيته قابد قادر يكون عم يصرف حالو حس حالو برودكتف بالشي اللي هو بيحبه مطر يروح لغير المحل وهذا شي كتير مهم إذا نحن قادرين نعمل خلينا نستثمر بهالموضوع ونشغل العالم يلي هيدا دمانه ما تغير لغير المحل أو تسافر على غير بلاد لأنه كل التالنس اللي عنا صاروا بي غير بلاد صحيح أنا واحد منهم كانت لسنة بي دبي اليوم طبعا يعني عم نحكي عن البرودكشن ومنعرف أنه الظروف الاقتصادية كتير صعبة فجمان الانتاج رح يكون عنده عوائق كتير مع هيدا وكله أخدت هالريسك مزبوط أخدنا هالريسك ولما تعفت وظف المصاري بالمحل الصح بتخيل ما في شي اسمه لو بجت هلا أكيد لما يكون معدوم بيكون معدوم بس لما يكون عم تعفت وظفيهم بالمحل كتير مهم حط المصاري تبع الكليب على التيب وعلى الكاست غير هيك كله تفاصيل حتى نقيت جزيرة جميل الجميلية الصورة هي بهالنسامبل كله مع بعضه يمكن غير حط مصرياته بغير محل بتشوف المنسميه production value لما تعفت وين توظفي المصاري بأي محل بالكليب عندك نوهاو بكذا مجال كمان استعملتم نجري ومثل ما كنت عم تقلي يعني التصوير الاندور كمان يعني طريته تعمره كله تعمر شفنا أول سان الكبان كان عنا بس عواميد الأساس بهيك شالي صغير حد هيد اللوكيشن لنا لما منستعمله من لبسه كله خشب يعني بالمنمول بس لأنه ما تعفي كادرك شو هو ما تضطر تعملي كل الكبان تعملي بس كادرك نوك هي بكون عم توفري مصاري وعم تربح وقت كمان هيده كمان أخذت من خبراتك أكيد السابقة هيدك يعني بتلاحظ كتير أنا ديتاي عندي يعني ديتايات شغلي كتير مهمة وبترائب كتير لحتى اللي يكون أول عمل يدري أن تعمل وتصوره بـ 14 ساعة كدعمت كمان كله كان محضر مقصم هيدا بنظم هيدك كتير مقصمه وصلنا على الساد كل واحد عارف حاله شو عم يعمل وكل سان معروفة من أي ساني لأي ساني وين عم تتصور وبأي أنجل ما تريني نعيد كيف كانت الأصداق بير الأصداق كتير حلوة كنت متوقعة كنت مآمن بالعمل بس ما كنت عارف العالم رح يصل بهالسرع يعني يتخطى المليون مشاهدة بقال من جمعة يكون حديث السوشال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي تخطى توقعاتي بس كتير مبسوط وكتير هلأ أنا بحس حطيت علينا السقف فهيكي محمصت البروجيه الجاي من بعده ونظلنا عزيز المستوى زي مش أكتر كمان فيه شوية جرأة الكليب بالنسبة للمجتمع اللبناني وبقول شوية مش كتير ومهضومة دالي دا يعني ما عملته بشكل مبتزل ولا أنت أكيد كان بدك هالشي بس كانت يعني هينة بكل الأشياء اللي أعرضت عليها هلأ جرأة شيء كتير رولاتيف ونسبة يعني بيتغير من شخص للتاني حسب شو الباغراؤن وحسب شو ثقافته بأي بيقى عايش حسب شو بديو يوصل كمان شو بديو يوصل مضبوط مفتكر خاصة أنتم بالأنتي في دويتوا على هالفني اللي هو الرأس من دانسين ودو ستار لسوي تينك كن دانس العالم بلأ شي تشوات عنده غير نظر 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 هالجرقة بالعكس وزيت العالم اللي عندها دليدة إن كان على السوشال ميديا أو كان عنديها نحضرها على التليفزيون هنا زيتهم اللي بيلحقوا جيلو بيانسي وريانا وكل هالفنانات اللي بيعملوا كتير أكتر ونظرهم نتعود على هالشي بس نحنا لأنه حدا عربي ولبناني دغري بتولع فينا فبيكون فيه هك بعض بس إذا نحنا ما غيرنا رح يغير يعني إحنا بنجرب شو شو نغير هالرؤية اللي عندهم إياها العالم إن كان للرأس أو للفن أو للمرة ما في شك كمان إنه بكل هالفيديو كليب يعني الرأس على مستوى عالي كان مبين يعني وأنواع الرأس المختلفة كمان كانت مضوى علي يعني فيه نوع من الثقافة الفنية بالموضوع مضبوط هلأ شي طبيعي أنا لأنه جاي من هالباجروند فكتير كان أساسي لإلي إن كمان مثل غير أنه عم بيبروز داليدا بدي فيه عرض عضلات من المحل معين إنه واحد يفرجهو شو بيقدر يعمل داليدا كمان عادت يتعلم عضلاتها يعني يعني عرض عضلات ورأس يعني عم نحكي بنفس النهار عم نمرق من نوع رأس للتاني يعني مش كله كان مرنين عليه وكنا ردي عسات يعني طريقة التصوير بدت تفرؤ كتير أنا كل عمري أشتغل مع غير المخرجين عامل زيت مستوى الكوليغرافي إذا مش أكتر بس طريقة كيف بتصور الباو من أي أنجل وكيف تحرك الكاميرا مع الموفمان هي بتفرؤ هلأ منطلق بالأخراج يعني إن شاء الله هلأ دجاء في بلوجيهين عم نشتغل عليهم جديد يعني بعدنا بالبروزس الأفكار والمودبورد وإن شاء الله أنا محبيت وأكيد أنا مني ولي أول تجربة ناجحة ناجحة كتير مبروك لداليدا الكليب جديد ومبروك لألاك وتحية لكل الفريق اللي اشتغل عليه وأكيد رح نشوفك بأعمال تانية شكرا لألاك كيف ينتم لك كل التوفي أهلا وسهلا فيك